موسيقى بس الخير لا يعيش التاريخ فقط بين سطور الكتب ولكنه يعيش أيضا في كل جزء من الثانية تحفظه الكاميرا أو تمنحه القدرة أن يحيى إلى الأبد لذلك تتحول الذاكرة البصرية إلى مصدر مهم من مصادر البحث والتوثيق في المكتبات الكبرى مثل مكتبة الكونغرس الأمريكي مثلا يوجد أرشيف هائل يتضمن 14 مليون صورة فوتوغرافية توثق لكل جوانب الحياة في هذه الحلقة نذهب في رحلة بالأبيض والأسود وسط عشرات الصور الفوتوغرافية القديمة التي تمثل ذاكرة مصر الفوتوغرافية وضيفي كان مصورا في رئاسة المصرية في عصر الرئيس السادات ووالده كان مصورا خاصا للملك فؤاد وأرشيفه الشخصي يتضمن أكثر من مليون صورة تبرع ببعض الصور النادرة منها لمكتبة الإسكندرية قبل سنوات عديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ينضم إلينا من القاهرة إذن المصور الصحفي بمؤسسة الأهرام سمير الغزولي وهو أيضا مصور سابق للرئيس السادات وابن محمد الغزولي المصور الخاص الملك فؤاد كما قلت في المقدمة أهلا وسهلا بك أهلا بك يا فندم أنت يعني لا أعرف إذا تعرف أن ميلان كونديرا الكاتب العالمي الذي نال جائزة نوبل قد خصص للصورة كتاب اسمه الخلود ويعتبر أنه الذي يخلد اللحظة هو الصورة ومن هذه هي أهمية الهمية التوثيقية للصورة هل برأيك الصورة توثق أكثر من الفيديو مثلا أكيد طبعا لأن الصورة بألف كلمة فالصورة دي يعني الزمن بيتوقف لحظات علشان يجب لنا هذه الوقعة اللي حدثت لولا الفوتوغرافية ما كناش عارفنا الزمن عمل فينا إيه وإحنا شفنا إيه بالزمن زمان فالصورة دي شيء مهم جدا وطبعا ده كله بيرجع للمخترع الفرنسي دا جير اللي هو اخترع التصوير الفوتوغرافي سنة 1823 فطبعا يعني ده طفرة هيلة يعني طبعا مثلما قلت أن الصورة هي تخلد اللحظة التي لن تعود يعني لحظات الحياة لا تعود دائما أنت قدمت مجموعة صور تابعة لوالدك لمكتبة اسكندرية كي توثق للأجيال يعني للناس الآن وللأجيال القادمة ولكن برأيك ما هو أهم فيها وعلى ماذا تدل يعني أنا بعدت لمكتبة اسكندرية مجموعة صور للخديوي إسماعيل وحياة الخديوي إسماعيل وحياة الفنية في مصر والحياة الأدبية فأنا كل اللي عملته دا يعني لأن بقول أن الورث اللي أنا أخدته عن أبويا دا مش ملكي أنا دا ملكي كل الشعب العربي لأن المجموعة بتقدر بمليون خمسمائة ألف صورة فيعني أنا بتمنى أن احنا يبقى عندنا مكتبة قومية تخلد هذا العمل لأن احنا كلنا مش هنعيش لده لكن الأجيال القادمة هي اللي لازم تستفيد بالموجود يعني نعم على كل حال واتخلنا على هالمية وخمسين صورة شفنا القاهرة في الخمسينات والسنتينات وكأنها يعني الحياة الاجتماعية تشبه الحياة الأوروبية ممكن أن تكون في أي مكان يعني زي النساء الطرقات كيف كانت المطاعم المقاهي هل يعني هناك حنين لهذه المرحلة من قبل سمير الغزولي ليقول لنا هل لديك حنين لهذه المرحلة والله يعني أنا مجموعة الصور اللي عندي ما فيش صورة فيهم مش مهمة يعني بحبهم زي ما بحب أولادي في ناس تيجي تقول لي إيه أجمل صورة عندك أجي أحاول أختار ما بعرفش بقول لا كلهم حلوين يعني حلو قوي أن أنا بشوف مثلا الملك فاروق وبشوف الخديوي إسماعيل وبشوف عالم كتير جدا من الأبيض والأسود يعني أنا بقعد في وسط المليون تلتمية وخمسين ألف صورة قدام الكمبيوتر ببقى في قمة ساعتي أن أنا قاعد لأن أنا عايش في هذا الزمن الزمن بالنسبة لي هو اللي أنا عايشه بتاع زمان ده يعني طيب ماذا كان يقول لك والدك الذي كان مصور القصر يعني طبعا هو مصور الملك فؤاد وعائلته ماذا كان يقول هل هناك حكايات معينة عن تلك الشخصيات من ضمن الحاجات اللي بتذكرها اللي هو كان بيحكيها بيقول إن إحنا كنا نيجي نصور مقدبة عشاء للملك فؤاد فكان زمان التصوير كان عبارة عن الماغنسيوم يعني ما كانش فيه حاجة اسمها فلاش يضرب كده وراء بعض لا الماغنسيوم ده عبارة عن بضرة بيعملولها شرارة تروح من فرقعة فرقعة جمدة في اللحظة دي الصورة تتصور بس كانت بقى الماغنسيوم ده لما بيعمل دخان بينزل على الأكل فده كان عبارة عن سم فكان دائما الأكل بيتحط كله كان عبارة عن خشب مدهون فبعد المصورين ما يصوروا وخلاص يتشال بقى الخشب ده كله وينزل الأكل الطبيعي عشان بقى الأمرة اللي موجودين يعني فدي كانت من ضمن الحكايات يعني مثلا كان يقول لي إن الملك فؤاد ما كانش يعرف يتكلم عربي يعني العربي بتاعه كان مكسر جدا حتى كانوا بيقولوا إن اللورد كرومر بيتكلم عربي أحسن منه يعني فهو كان يتكلم اللغة الإنجليزية أكثر يعني آه بيتكلم اللغة الإيطالية والإنجليزية أحسن من العربية يعني فكان اللورد كرومر في مصر حفظ العربي أحسن من الملك فؤاد يعني هنا على كل حال أصولهم هي ألبانية كما نعرف العائلة المالكة المصرية هكذا يقال يعني ولكن يعني طبعا هنا علاقتهم بإيطاليا كانت علاقة كتير وثيقة كما قلت الملك فؤاد كان يتكلم جيدا اللغة الإيطالية وعندما نفى الملك فاروق ذهب إلى هناك حال الصور الأميرات يعني بنات الملك فاروق اللي عندنا هي أيضا والدك صورها وهن سيدات جميلات خارقات الجبال حقيقة أنت كنت مصور أيضا للرئيس أنور السادات يعني كيف نستطيع أن نقول ما هي العلاقة بين الرئيس ومصوره يعني أقول لحضرتك حاجة هو أنا كان فطر تجنيدي في الحرس الجمهوري فأنا انتدبت مصور خاص للعائلة لعائلة الرئيس السادات في الرئاسة أعدت معاهم سنتين حتى اغتيل بقى الرئيس السادات يعني فطبعا العلاقة بتبقى علاقة أسرية جدا ما بين العائلة وما بين المصور يعني بيحسوا أنه هو ده واحد من العائلة صحيح زي فرض الحراسة يعني زي الحراسات وزي السكرتاريا فده واحد من حتى السائقين يعني نفس النظام فيه ود جامد قوي بيجمع ما بينهم وما بين كل العاملين في الرئاسة يعني هل كان يطلب الرئيس السادات مثلا كان يطلب مثلا زاوية معينة من وجهه لتصويره أو سيدة جهان السادات هل كان عنده المتطلبات للصورة هو كان الرئيس السادات جريء جدا في اختياره للصورة يعني كان المصور الصحفي فاروق إبراهيم ده اللي كان ملازم دائما للرئيس السادات فصور الرئيس السادات وهو بيحلق دقنه وهو في الحمام وهو ماسك جورنال وهو نايم في السرير مجموعة صور داخل بيته فأنا المجموعة دي اتنشرت في الجرائد ونزلت في كل الجرائد المصرية فطبعا عملت ضجة جبيرة جدا إزاي الرئيس السادات يتصور كده هو راح كان رد الرئيس السادات قال انتو متعرفوش صحافة فأنا لما شفت بقى الأرشيف عندي لقيت أن نفس الصور دي متخدها بالكدر الرئيس محمد نجيب فدي كانت غريبة جدا يعني تقريبا أن الرئيس السادات كان متأثر بشخصية الرئيس محمد نجيب إلى هذا الحد يعني يعني من صور محمد نجيب من صور الرئيس محمد نجيب بنفس المشهدية اللي شفناها بصور الرئيس أنور السادات الكتير خاصة كان مصورها السيد الفنان المصور الصحفي إيميل كرم هو اللي كان متخصص لتصوير رجال الصورة نعم وأنا أتذكر حاجة برضو للمصور إيميل كرم إن كان زمان الفلاش حاجة ضخمة جدا وحاجة كله معمول من الصاج يعني يتعلق على الكتف فطبعا بقى كان الفلاش لسه جديد فبيضرب بقى طلق أطورة بعض وكان يعمل صوت جامد وهو بيصور الفلاش ده فالله حصل إن وهو بيلقى طلقته فراح الفلاش عامل شحنة كهربائية في جسمه فراح واقع في الأرض إيميل كرم فقالوا إنه هو مات كان الكلام ده في جروبي جروبي سلمان باشا كان الاجتماع بتاع مجلس كات الصورة فجابوا بقى دا كاترة وقالوا لا دا دا مات راحوا مغطينه بالجرايد ولغاية لما تيجى عربية إسعاف تشيله بعد شوية فجأوا إنه هو بيقول آه فعرفوا إنه هو ماتش فدي كانت من ضمن الحاجات اللي حكيها لي افتكروها محاوة اغتيال يمكن كل المصورين كانوا يجوا من الأهرام يعني أميل كرم كان مصور في الأهرام كانوا يأتيوا من الأهرام كيف كان يختار الرئيس المصور كيف كان يختاره آه والله هو كان بيبقى ترشيح يعني كان الحاجة عبدالسطار يوسف دا كان مصور للرئيس السادات لفترة وبعد كده جي فاروق إبراهيم وبعد كده جي أنتون ألبير يعني كانت مجموعة كبيرة دايما بتتاخد معظمهم من الأهرام والأخبار يعني الأخبار بعد كده أخده الأستاذ فاروق إبراهيم صحيح بس كان معظمهم من الأهرام يعني دائما فبيرشحون والرئيس يختار بصير في نوع من مصابع لا هو الرئيس لا هي كانت بيبقى ترشيح والرئيس يعني بيوافق كان رئيس قسم التصوير في الرئاسة الجمهورية الأستاذ حسن دياب كان بيختار مع أن حسن دياب أصلا من الأخبار اليوم لكن كانت علاقته شديدة جدا بتوع الأهرام يعني مصوري الأهرام وبعدين اللي حصل مثلا الرئيس مبارك الرئيس مبارك بالذات ما كانش ليه غير مصور واحد وممنوع أي مصور صحفي يخش يصور الرئيس مبارك لازم يبقى المصور بتاعه والصور تعرض على الرئيس وإيه الصور اللي تتنشر وإيه الصور اللي ما تتنشرش لكن الرئيس السادات كان على طول أي صور تتنشر ما يهموش لكن الرئيس مبارك بيبقى بق طويل مثلا مفتوح أوي مش عايز صورة يدبان بيشرب بيأكل كده يعني لازم يبقى وشه هادي علشان يطلع كويس كان أكتر تحفزا يعني لكن برضو أكتر تحفز طبعا يعني ومش أي حد كان ممكن يروح يصور رئيس مبارك يعني بس رغم ذلك يعني دي أنا بحضرتش رغم ذلك هناك يقال أنها غلطة تاريخية وهي صورة الرئيس مبارك وهو مريض يتعالج في ألوانيا في المستشفى قبل انتخابات الرئاسية هل مثلا ممكن للمصور أن يقول للرئيس أنه هذه الصورة لا تفيدك أن يعطي رأيه في الموضوع أو من يأخذ الرأي يعني من يقرر أن هذه الصورة يجب أن تنشر أو لا تنشر دي كانت بتبقى من رئيس تحرير الأهرام أو رئيس تحرير الجمهورية أو الأخبار هو اللي كان حصل أن الجورنال اللي كان ماسكه الرئيس مبارك كان جورنال الأهرام فده كان يعتبر نصر صحفي كبير قوي أن الرئيس كان ماسك جورنال الأهرام وهو بيقراها يعني فعشان كده انفرد الأهرام بأن ننزل الصورة دي صفحة أولى أنت لم تصور الرئيس مبارك أبدا صورت الرئيس أنوار السادة أنا أبدأ أسألك عن بعض الصور اللي رح نشاهدها على الشاشة مازال حكيت عن يعني فكروا أنه أميل كرم قد اغتيل خلال الثورة ولكن هناك حادثة اغتيال أو محاولة حادثة اغتيال الرئيس عبد المناصر في المنشية سنة 54 وتقول أنه هذه يعني اللحظة نستطيع أن نقول أصبحت خالدة في بعض الصور ماذا تتذكر من هذه الحادثة ومن هذه الصور عندما أتت إلى الصحاف هو كان الرئيس جمال عبد الناصر لما كان معاه موزير خارجية السودان وطبعا كان فيه مظاهرة شديدة جدا طول الطريق لغاية ما وصل عبد الناصر بالزحام الشديد لأن عبد الناصر كان له جماهرية عالية جدا فلما دخل وهو على المنصة قام وزير داخلية السودان ألقى الكلمة بتاعته ولما قام الرئيس جمال عبد الناصر بعد عشر دقايق حصل ضرب نار اللي هو تسع رصاصات في مدان المنشية طبعا قام هرج ومرج جامد جدا ورحوا برجال الثورة رحوا غاخدين عبد الناصر ومدخلينه جوه المبنى طبعا الشعب كان حيتجنن هل عبد الناصر أصيب ولا ما أصيبش فلكن اللي أصيب وزير خارجية السودان جات له رصاصة ببطنه وكان فيه شفشة مية موجودة على الصور الشفشة ده تكسر يعني ده كله دليل أن فعلا كان فيه ضرب نار حصل الشعب قام بقى لازم عبد الناصر يطلع ففعلا عبد الناصر طلع وحيا الناس لكن كان رجال الثورة خايفين لا يكون ليش ركاء فالناس حتتجنن لأن عند قلب عبد الناصر كان فيه نقطة دم حمرة دي بقى أن عبد الناصر مش حاسس بيها فالناس كانت حتتجنن على الموضوع ده عبد الناصر طبعا خد العربية ورجال الثورة وكان رايح بعد كده على يعني حاجة تبع المعلمين كده مؤتمر هناك فاكتشفنا إيه بقى لنقطة الحمرة دي أن كان فيه ألم حبره أحمر اتكسر في جيب عبد الناصر فده اللي هو عمل لنقطة الحمرة اللي كانت مجنننا الناس كلها طبعا بقى نزلت بعد كده في الجرايد للناس تطمن أن عبد الناصر ما أصيبش لكن دي الألم للكسر في جيبه يعني وكيف الصورة كيف الصورة قدرت أخدت هذه اللحظات يعني برأيك كيف نرى من هذه الصورة هذه الأحداث هي طبعا اللقطة بقى كانت عبد الناصر باينة قوي بقى لأنه بيسلم على واحدة فقدرنا نركز أن ده ألم يعني أن ده مش مجرد ضرب نار أصيب بيه عبد الناصر يعني فطبعا يعني عبد الناصر ليه جماهيرية كانت غير عادية يعني أنا اشتركت في تصوير جنازة عبد الناصر في مدان رمسيس يعني شيء فوق الخيال يعني ناس بتقول أن جنازة سعد زغلول كانت قوية لا دي ضعفها عشرين مرة أنا كنت واقف كان مركزي فوق كبري اللامون في مدان رمسيس فلما جات الجنازة تعدي طبعا إحنا وقفين من الساعة عشر الصفح الجنازة جات على الساعة ثلاثة من كتر زحام الناس أما جات قدامي كانت الناس خادة العلم اللي موجود على الجثمان فلما صورنا الصورة بقى طالع خشب بس طبعا وكان شعراي جمعة وزير الداخلية هو اللي كان سايق عربية المدفع فلما جري بيها لما جات بقى قالوا إن الصورة دي طبعا لقطة جندة قوي بس للأسف العلم متشال من فوق الجثمان فلكن الصورة أخدتها وكلات الأنباء يعني لأن كان فيه صور كتير بالعلم وصور من غير العلم فلغاية بقى لما جري بيه لغاية الجامع بتاع الرئيس وتم الدفن هناك يعني بس طبعا ده كان يوم مشهود يعني يوم جنازة عبد الناصر نستطيع أن نقول أنه الذي كان يحب التصوير أكثر شخص من الرؤساء مصر هنا أنور السادات أيوة الرئيس السادات لأن أحداثه كتير جدا الرئيس السادات يعني يكفي مثلا كامب ديفيد يعني لاتفاقية السلامة اللي حصلت والانتصار العظيم اللي عمله في 6 أكتوبر فدايما كان السادات نجم وبعدين هو كان كاتب صحفي أصلا يعني كان دائما السادات ياخد كدرات كدرات تصوير يعني لازم البايب يعني بنشوف مثلا القميس البيضاء يعني هو فيه حاجات كتير جدا السادات كان مؤثر في شخصيته قوي الرئيس محمد نجيب يعني كان السادات يشرب البايب زي الرئيس محمد نجيب ما كان بيشرب البايب يتصور نفس الصور بتاعة محمد نجيب وهو بيحلق دقنه نفس اللقطات ياخدها بس السادات بقى زودها شوية في افتداءه للبس للفانيلا الرئيس عبد الناصر كان يحب التصوير عبد الناصر كاريزمة يعني هو كاريزمة بس هل كان يحب أنه يتصور بيحميمية أكتر من الأمور الرسمية أيوة يعني أنا حضرت عبد الناصر يوم افتتاح جارية الأهرام سنة 68 يعني لما أنا كان أيامها بصور حاجة اسمعها المايكروفيلم مايكروفيلم ده كان أول جهاز ينزل في الشرق الأوسط جابه الأهرام فالأهرام طلب مني أن أنا أصور الأهرام من يوم من أول ما أنشأ الجريدة في 1876 لغاية السنة 1968 فبقى جورنال جورنال بصوره عشان يبقى أرشيف للأهرام وأنا بصوره بقى قاله بقى عبد الناصر جاي طيب حطله بقى على الجهاز جورنال الثورة فطبعا يعني أنا بقى إزاي حشوفه عبد الناصر قلت أول ما يدخل الرئيس أنا حادوسه وأسلم عليه بحرارة يعني بس وطبعا بقى لما لقيت بقى فيه دوشة دخلة على قسم التصوير بقى عندنا في الدور الرابع فاتلفت بالكرسي بتاعي شفت عبد الناصر شفت عنيه وشفت السواد اللي حوالين عنيه أنا جت لي رعشة ورح تقاعد في مكاني ما فكرتش أن أنا أقوم أسلم عليه لقيت ورح حاطت إيده على كتفي وقال لي أنت بتعمل إيه طبعا إيدي دي خلاص أقول الكهربت وتشلت يعني طول ما هو حاطت إيده فقال لي أنت بتعمل إيه طبعا بقى أنا تا 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 كا 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 ما فيش كلام قادر أقوله ده عبد الناصر يعني بس فما أنقذنيش لما شاف الجورنال الصورة معقولة يا هيك الجورنال الصورة حمدت ربنا أنه هو شل إيده عني ومسك بجورنال وأنا عملا أصوره طبعا ما فيش جورنال يعني بس ده عبد الناصر يعني عندك رزمة غير عادية يعني إذن 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 أقل رؤساء القدامة اللي كانوا متحفزين على الصور هو الرئيس حسين بارك اليوم هل المهنة تغيرت هل هناك مصور للرئيس خاص كيف نستطيع أن نعرف كيف الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع المصورين لا ده الرئيس عبد الفتاح السيسي ده يعني ده حبيب الشعب كله وبالذات يعني المصورين كل المصورين ممكن تصور رئيس السيسي يعني كلهم بيصوروا الرئيس السيسي يعني مش عامل حظر على الموضوع ده اللي كان عامل حظر بقى كان زكريا عزمي على حسن مبارك أن كان محاط بطريقة غير عادية يعني ما حدش يقدر يقرب من الرئيس مبارك ممنوع نهائي يعني الشيخ الشعراوي لما جيه حطي إيده على الرئيس مبارك تعملت له مشكلة يعني بدي أسألك عن بعض صورة كتير مهمة هي بتجمع فاتن حمامة وطاها حسين وزوجة طاها حسين الفرنسية ما هي حكاية هذه الصورة؟ اللي حصل أن فيلم دعاء القروان سنة 59 قالوا للدكتور طاها حسين اللي حتقوم بالدور الفنانة فاتن حمامة قالوا ما تنفعش دي ست ضعيفة وما ينفعش أنها تقوم بدور أمنة فهنري بركات المخرج قالوا بس سيبني أنا وحوري لك هي حتعمل إيه ففعلا أول ما جي عرض الفيلم قالوا الدكتور طاها حسين حتشرفنا في أول العرض ففعلا جي هو وزوجته والسكرتير بتاعه وحضرت فاتن حمامة وتفرج على العرض وطبعا بقى هو بيتفرجش يعني هو بيسمع بس وزوجته هي اللي بتحكيله يعني فبعد ما خلص العرض قال لهم فين فاتن حمامة فجت رح بتسلم عليه قال لها أنا ما كنتش أتخيل أن أمنة تبقى بهذه القدرة القوية في هذا الدور يعني أنت عملتي أحسن ما أنا كنت متخيل فده كانت شهادة كبيرة قوي من الدكتور طاها حسين لفاتن حمامة وطبعا بقى بنشوفه هو بيسلم على المخرج هاني بركات هاني بركات إعجابا يعني بهذا الفيلم والفيلم ده يعتبر من أحسن مئة فيلم في السينما المصرية يعني يعني الصورة تخلد لقاء فظيع طبعا بين فاتن حمامة وطاها حسين هناك صور كثيرة ولكن يعني نريد لساعات أن نتحدث عنها ولكن تظهر حقيقة تاريخ مصر الفني والاجتماعي والسياسي أنا سؤالي الأخير هل تغيرت المهنة أم بقي المصور هو مصور وآلة التصوير حتى لو كان أصبحت حديثة هي ما زالت المهنة نفسها لأنها جزء من الصحافة والصحافة يعني تتغير والله يا بوا ده سؤال جميل فعلا يعني هو سؤال محير يعني هل فعلا مهنة التصوير تغيرت ولا لأ الطفرة للتصوير الفوتوغرافي كان زمان بتواجه صعوبات شديدة جدا يعني كان زمان اللقطة شاسية عبارة عن كات فيلم يعني شاسية واحد بس لقطة واحدة هي اللي تتاخد فكان لازم كل الناس تنتبه للكاميرا بعد كده النهاردة بقت 36 صورة ممكن يصور اتلاغت خلاص الفوتوغرافيا وأصبحت النهاردة على الموبايل ممكن اصور اي عدد وممكن بالدجدل بصور اي عدد من اللقطات فالنهاردة اي واحد بالشرط يبقى مصور بيبدع ويعمل اعجاز بصورة بالموبايل بتاعه فالنهاردة التصوير انتشر على كل العالم فاللقص صحفية ما بقيتش النهاردة حتى السياسيين بيعملوا سالفي سالف طبعا ايه بالضبط طبعا طبعا فاي مصور النهاردة ممكن يعمل لقطة صحفية جبارة يعني صحيح وده يعني اللي واضح بالموبايل يعني سامير الغازولي بدي اشكرك لانه انتم توثقون حقيقة كل تاريخ مصر وانه كما قال كونديرا وقلت في البداية انها تخلد اللحظة واللحظة السياسية والاجتماعية والانسانية والخاصة حتى وهذا يعني كنز كبير للاجيال المقبلة شكرا لإعطائنا هذه المقابلة شكرا شكرا الى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج معشزال تابعونا على منصة التواصل الاجتماعي هاشتاك معشزال شكرا لوفائكم وإلى اللقاء نسبوع لكم اشتركوا في القناة